موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم وفي كل مكان في بداية حلقتي لهذا الأسبوع سأعرض على حضراتكم مشهد من واقع خيال مع الأسف جحيم المخدرات الذي بدأ يتهال على الأغلبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونائبه العميد ميثاق مادة الكريستال مادة صناعية تتفاعل مع الدم بصورة غير طبيعية لذلك تسمى بالرحلة إلى الموت لكل شخص يتعاطى هذه المادة ولكون هذه المادة تساعد على الإدمان بصورة جدا سريعة أغلب الحلقات والحوادث التي عرضت أمام جنابكم الكريم هي أغلبيتها أو أغلبها كان منفذوها متعاطين مادة المخدرات لذلك سميت بجحيم المخدرات لكونها هي الفاعل الرئيسي والعامل الأساسي بتنفيذ الجرائم أيضا الرحمة والخلود والغفران إلى الطفلتين اللتان فارقا الحياة نتيجة لخطفهم في منطقة حيؤور والتعزية والمواساة إلى عائلة الفقيدتين من كادر برنامج شريط أصفر طبعا الكثير من الرسائل وصلت إلى الرقم الخاص لبرنامج شريط أصفر والذي دائما نعرضه أمام جنابكم الكريم لكي نكون لسان الحق ولسان المظلوم من شمال العراقي إلى جنوبه من ضمن القضايا التي وصلت إلى البرنامج ونتحدث بها قبل البدء بالمجنى عليه الله يرحمه في منطقة الدورة الذي فارق الحياة نتيجة للنزاع ما بين الأقارب لكون المجنى عليه كان شقيقته هي زوجة القاتل الحقيقي ومن معه الذين هدوا بليلة مفاجئة اتجاه الدار واستخدموا الأسلحة النارية وبالتزديد والتصويب مباشرة نحو الدار ليكون إحدى رجال الدار قد فارق الحياة سابقا والآخر قد أصيب إجراءات تعسفية حسب ما ادعوا عائلة المجنى عليه من قبل ضباط التحقيق أو ضابط التحقيق كي لا أجمع ومن ثم إنصافهم إن شاء الله من مجلس القضاء الأعلى تحديدا محكمة الدورة والسيد القاضي المختص المحترم كل الرسائل التي سأعرضها على حضراتكم هي لأصحاب الاختصاص وأنصاف المجنى عليه وشقيقه الذي قد جرح نتيجة لرميه بإطلاقات نارية مباشرة أثناء خروجه من الدار وهو مصدوم في لحظة أطلاق النار من قبل الجنات القضية وما فيها ياسر من محافظة الموصل نينوى العزيزة من مواليد أربعة واثمانين تزوج بأمرأة طبعا نحن لا نبرأ أحد ولا نجرم أحد القانون هو من يأخذ مجراها العادل هناك يعني سأخفي على حضراتكم الأسماء والمفردات الخاصة بهذه القضية لكونها محافظة الموصلية صاحبة نسيجي اجتماعي لكن أني أخص بالذكر مركز شرطة حقنة في ناحية زمار بمحافظة الموصل لكون القضية قد أخذت على عاتقهم الأمنية ياسر من مواليد أربعة واثمانين تزوج لفترة أقل السنة كونت أو كون هذا الرجل عائلة من طفل في يوم من الأيام قد تعرض إلى وعكة صحية ليتم أخذه العقاقير الطبية الخاصة والتي أخصت من قبل والدة فارق الحياة مباشرة بدون أو من الله شعور داخل داره هنا أصابع الاتهام وإشارة الاتهام لا نشيرها إلى أحد لكن يجب معرفة القاتل الحقيقي التقرير الطبي بالقانون العراقي هو الفيصل والقرآن الكريم هو الذي يحكم بين الناس ويعتبر مبرز جرمي جداً مهم التقرير الطبي أثير من محافظة كردستان لكون الحادث في 2016 وكانت الأحداث غير مألوفة بالنسبة لمحافظة الموصل فكانت المنطقة الأقرب التي يستغلها الناس من القضايا الطبية وكذلك القضايا الأمنية الخاصة بمحافظة الموصل بالاتجاه إلى محافظة كردستان فهنا قد أخرج الفيصل الذي يسمى بالتقرير الطبي بتحديد قضية مفارقة الحياة للشاب المغدور ياسر من مواليد 1984 فالتقرير الطبي كما أثير أولاً أثار أو آثار احتقان هذا الاسنتاج عني داقرة مباشرةً آثار احتقان من الوجه وأعلى الصدر أيضاً ثانياً هذا إلى أصحاب الاختصاص وإلى ضيف الكريم قبل الترحيب به سحجات وكدمات من جهة الرأس وعلى الأنف والخدين آثار عض الأسنان الأمامية من مقدمة اللسان وبروجه للخارج مع تكدم اللسان ووجود كدمات من الشفتين الداخليتين أربعة وجود آثار حز رباط أسفل الرقبة مع وجوز سحقات وكدمات خمسة آثار حز رباط في المعصمين ستة سحقات غير منتظمة مع الركبتين والمرفقين لا أريد أن أتداخل بهذه القضية أكثر الأوراق التحقيقية لكونها قضية خاصة ومهمة جداً خليني أرحب بضيفي الكريم الذي دائماً يكون ضيفاً عزيزاً لبرنامج الشيط أصفر المحامي المحترم المختص بالأمور قاني أستاذ ظافر الزور في حياك الله شرفت أهلاً وسهلاً بك آسف للإطالة إلى عائلة المجنع عليه شبابنا أخوتي حياكم الله شرفتونا أهلاً وسهلاً بكم قبل البدء بقضيتكم ومفارقة الحياة لذويكم الله يرحمه الرحمة والغفران أنتقل الأستاذ ظافر بقضية مفصلة للاستنتاج للتقرير الطبي وكيفية مفارقة الحياة وما تلوته قبل قليل تفضل جنابك نعم بالبداية رح أحب بيكم سادة المشاهدين الكرام وقناة دجلة وبرنامج شريط أصفر حياك الله يعني حقق نجاح بالنسبة مشاهدات وكشف الجريمة وكشف جرائم غامضة كثيرة كانت خافية على المجتمع وكذلك توعية المجتمع ابتداء نبدأ كلامنا بخصوص حادث مقتل في منطقة زمار منطقة الموصل نحن دائما بالتحقيق الجنائي يعني يدور وجودا وعدما مع المستفيد نعم هذا من جانب ومن جانب أنه نروح على الدليل الفني الدليل العلمي الفني فمن خلال الاطلاع والتدقيق نعم في التقرير الطبي نلاحظ وجود رباط في الأيدي نعم في اليد نعم وكذلك خنق نعم خنق في منطقة العنق والرقبة نعم زائدا ظهور كدمات وسحجات فيها على الرأس والوجه وفروة الرأس نعم من خلال التقرير الطبي نستنتج هذا الاستنتاج نعم اللي هو يترك بعدين تقدير الأدلة وأدواتها وكامل محتوياتها نعم تقدر إلى القاضي المحكمة الموضوع اللي هو الجنايات عندنا فبما أن الحادث أربعمائة وستة ويوجد بها قرار تمييزي تعمق بالتحقيق هي انحالة نزيل انحالة الدعوة إلى دور الجنايات ورجع التدخل تمييزي رجع التدخل تمييزي من قبل رأسة محكمة جنايات الموصل نينوى مضمون التدخل التمييزي بأنك نواقص بالتحقيق ويجب أن يكون التعمق بالتحقيق مع الزوجة بخصوص حادث نعم سبب انتحار لكونها الأقرب نعم لكونها الأقرب لكونها الأقرب لأنهم ثلناتهم سبعد يعني طلاع الأوراق أنهم ثلناتهم غرفة وحدة نعم وماكو ثالث معاهم إذن عندما انتشار أصابع الاتهام إلى الزوجة نعم بدليل أنه لا يوجد مثلا يجب أن يكون في حالة الانتحار الانتحار هو شنق نعم يجب أن يكون الحبل يعني معلق ومربوط في من في السقف نعم لا يوجد خلال الطلاع على الأوراق أنه لا يوجد أي حبل مربوط في السقف قصدك أنه يعني مشاهدة واضحة لهيئة الحبل نعم لعامل الانتحار نعم نعم تفضل هذا جانب الجانب الثاني زيان أنه المنتحر لا يستطيع تقييد إيده مهم مستحيل أنه شون يقيد إيده على موجود ينتحر فمن خلال الطلاع على حيثيات هذا الموضوع نلاحظ أنه بالرغم من أنه محكمة جنايات الموصل المحترمة نعم قد أفرجت عن زوجته نعم تعرف أنت مرات التحقيق مرات أنه إنسان المحكمة تشكل لكن البيئة المحيطة بها غير مهيئة للحكومة نعم يعني يصير أنه تحط محكمة معسكر مزيئة محكمة موجودة أنا أريد أن تسأل جنابك على قصدك أنه البيئة التي لم تساعد بيئة العدالة كان عندنا محاكم تحقيق في كانت عندنا برستمية نعم في عهد 2006-07 جيد في التسفيرات ما اختصاص هذه المحاكم محاكم تحقيق جيد شكلت في ظروف معينة كما مرت فيها ظروف الموصل مجلس القضاء على الموقع في وقتها نعم اعتبر أنه هاي المحاكم صحيح مشكلة لكن البيئة المحيطة به غير مستوعبة للعدالة زيان فيجب أن تكون البيئة المحيطة في المحكمة في التاريخ هذا في حيثياته قابلة إلى أنه تنظر الدعاوة بروية زيان بعدوء بأمان تمام فهذا الموضوع أنا في ظني واعتقادي أنه بتاريخ تشكيل المحكمة بالـ 2016 نعم في عهد داعش وكانت الموصل الحبيبة ومحافظة نينوان في عهدت العدو الغاشم داعش نعم فكانت غير مهيئة للمطق تمام كان من باب أولى نقل التحقيق إلى بغداد لأنه كونها جنيمة غامبة نعم أو نقلها إلى أي محافظة كاركوك ويجوز يجوز مادة 55 زيان من رئيس مجلس القضاء محكمة التعميز محكمة الموضوع مكانها أن تنقل التحقيق إلى أي مكان ينظر القاضي تمام استظافر أنت تتحدث على قضية يعني عبرت عليها الكثير من السنين عالج الموضوع بسنة 2016 هذا الحال نعم من الآن فصاعدا هل يجوز المدعي بالحق الشخصي بنقل أو إعادة التحقيق بعد أيضا لم يتم كشف هل سأحنا خلينا نحكيها بالعامية القوات الأمنية ذا لزمة القاتل الحقيق اللي من داخل الدار نعم وذا لزمة القاتل الحقيق اللي من خارج الدار من خارج الدار طبق دمر الشخص مهدور ياسر نعم مهدور إذن هنا أكو مشكلة أمنية يجب أن يحاسب بمحافلة الموصل نعم مثل هذه الدعاوي يجي بعادة التدقيق بها بالتحقيق من ناحية وزارة الداخلية تمام لأن هذا دم ودم عائلة هذا في حالة أنه عدم اكتشاف الحقيقة يؤدي إلى صراع بين عشيرتين ويؤدي إلى نزاع في منطقة كاملة نحن نتوسم بهيتي مواضيع القانون عالج هذا الموضوع نعم بإمكان أي ذو مصلحة مدعي بالحق الشخصي مدعي عليه مدعي مشتكي مشكو منه متهم مدعي بالحق الشخصي أو مشتكي بإمكان أنه يقدم إعادة محاكمة إلى رئاسة مجلس القبالة على طريق رئاسة للدعاء العام الموقرة ثم تدقيق القضية من جديد وبإمكان أنه يطلبون من محكمة التمييز إعادة محاكمتها فيما جاء بقرار محكمة الجنائية تمام استهداثر خلي أرجع لبداية القضية وحيثياتها أكرر اعتذاري للضيوف مرة أخرى لكون يعني أطلنا بقضية خارج عن قضية جنابكم الكريم أرجع إلى السؤال الأول والسؤال المهم ماذا يعتبر التقرير الطبي والاستنتاجاته بالنسبة للقضاء العراقي دليل إدانة دليل علمي الدليل العلمي تحكم واستناد الأحكام المادة 213 الأصولية تحكم المحكمة بالخبراء وبالأدلة وبالكشف مخطط الحادث وبكشوفات وكافة الأدلة وبالدليل العلمي وبالخبرة فهذا يعتبر دليل علمي من خبير مختص ملزم للمحكمة يعني خلاص صرفعة الأقلام وجفة الصحف فالاستنتاج هو من يقرر ويحدد مصير الشخص هو اللي حدد شخص الجاني تمام خلي أرجع لك في نفس السؤال بفرع آخر مهم جدا نعم أنه ما هو التبرير الذي يوجه من قبل القضاء خلافا لاستنتاج التقرير الطبي لا يوجد أي تبرير وإنما تبرج ولا الصلاحيات الواسعة التي تؤخر على عاتق المحكمة تعرف قرار محكمة الجنايات مراقب من قبل محكمة التمييز الموقرة خمس قضاءات يراقبون الجريمة لقرار الحكم أي قرار وتسع قضاءات ينظرون ويدققون تمييزيا والأوراق التحقيقية باعتبار هذه القضية قد مررت لمحكمة التمييز الموقرة وإن يكون بإمكان المدعب الحق الشخصي تقديم طلب إعادة محاكمة إلى رئاسة الادعاء العام تنظر رئاسة الادعاء العام الموقرة وتطلب من محكمة التمييز مجرد ورودها من رئاسة الادعاء العام بطلب إعادة المحاكمة محكمة التمييز تنتبع لهذا الموضوع وتبت بالطلب زين هل رفض أو قبول هذه صلاحيات محكمة التمييز الموقرة جيد جدا خلي أرجع للفرعباء اللي أرجع للسؤال الأول استاذ ظافر إذا لم يتم اكتشاف القاتل الحقيقي من 2016 لهذه اللحظة أكو دور موسع إلى المحكمة المختصة بيعني التحقيق ضمن المنطقة وكشف القاتل الحقيقي أنه إحنا بكل قضية دائما نشمرها على مراكز الشرطة أو المكاتب الأخرى تابعة كل من ضمن اختصاصها أما أهنانه إذا القضية ما انكشفت في نسيجة اجتماعي بمحاضرة الموصل هذا السؤال مهم جدا هل أعطي دور إلى القضاء المحترم في ذلك الحين أو لحد هذه اللحظة بكشف المستور من جديد ما سترة وما خفية وما ممكن أنه السيد القاضي المحترم أنه الآن يستدعي السيد الضابط ضابط التحقيق المختص بأنه جيب لكذا أكشف لكذا أروح لكذا تابع لكذا هل هذه يعني من ظن الصلاحيات اللي لا إنا في قانون العراقي قانون صل محاكمات تحرك الشكوى بإخبار أو من قبل المتهى المجني عليه أو بإخبار إحنا عدنا بالقانون العراقي ما بعد انتهاء وتصديق الأوراق ينتفي دور القضاء أنا ردت وين أوصل إستاذ الضابط يعني الآن ولو إحنا ما نريم بهذا الظروف أنا وجنابك الكريم أنه الآن القضية ثبتت كقضية الأحوال الشخصية بالتنفيذ إذا راجع المدين المدين أوكي نعم خرج على المدان خرج على المدان وإذا لم يراجع المدان المدان له مطلق الحرية نعم وهذه جريمة قتل الداعن هذه تختلف هذه ظروفها بالشارع الأمني في محاضرة الموصل أولا وفي ناحية صاحبة نتيجة اجتماعي عشائري هي ناحية الزمار بركز شرطة حقنا اللي وصلنا من قبل الأشخاص المختصين بمنطقة الموصل يعني هاي آثارها سلبية لحد هذه اللحظة وبدليل إنه الحادث بـ 2016 ووصلنا هسا بالـ 23 إذن لم يموت هذا الحادث ميموت حادث ميموت خاصة الدم زين إحنا على جوابا على سؤالك دور القضاء أستاذ القضاء منصة يؤتى له لا يذهب نعم لا يذهب إحنا دائما نسمي القضاء يعني هو مرجع فهو ما يروح نعم هو القضاء يؤتى له زين فدائما تلقى المدعي والمدعي عليه أمام أمام القاضي ذاهبين للقاضي مو القاضي يروح هاي يعني أطرق بعض القوانين مثل انتقال نعم هاي موضوع هذا غير موضوع نعم إحنا بهذا الموضوع أمام جريمة شبه غامضة أو غامضة بإمكان المدعي بالحق الشخصي ذوي تقديم طلب إلى رئيس مجلس القضاء لعلن الموقر نعم دكتور فايق زيدان بالجديد تتحدث نعم الدعاء العام لغرض إعادة التحقيق ونقل الدعوة من محافظة الموصل بعد انه يعطف النظر على التقرير الطبي التقرير الطبي ما يمكن شخص يشنق نفسه وهو مكتوف العزن هذه صلاحية من استاذ آفر صلاحية رئيس مجلس القضاء الأعلان صلاحية وليس الدعاء العام إذن هذه رسالة باسم العائلة العراقية طبعا العالم متحذرين من الكثير من القضايا يخشون الظهور يخشون الظهور أيضا وإحنا صراحة إحنا وصلنا إلى مكان الاختصاص وكشفنا الكثير من القضايا وأيضا حصلنا على القضايا الخاصة بالدعوة ياسر هو ابن لكل مواطن شريف فرسالتنا إلى الاستاذ فاق زيدان المحترم رئيس مجلس القضاء الأعلان بالنظر لهذه القضية وعادة المحاكمة لكون التقرير الطبي واستنتاجاته حتى لا أطيل على جنابك الكريم ويختصرها بثواني بسيطة لأنني أعرف القاضي ورئيس مجلس القضاء دائما يحب المختصر خير الكلام ما قل وده نعم إعادة المحاكمة لإظهار دم الشاب ياسر من موايد 84 من وحضرة الموصل وهذه ملقات على عاتق أصحاب الاختصاص وأنا أبلغ هذه الرسالة لجنابك الكريم شفويا ومباشرة استاذ ظافر أرحب بك ترحيب آخر أهلا وترحيب الضيوف الكرام والانتقال إلى جريمة قتل حصلت في منطقة الدورة تفاصيلها وحيثياتها أولا مرة أخرى البقية بحياتكم وحمد الله على السلام الأخ الجريح أنت شقيق المجنع عليه الله يرحمه تفضلنا بالتفاصيل القضية من الألف إلى الياع حتى نتواصل أول شيء أشكر قناة دجلة وأشكركم على استلافه حياك أشرف بك يعني القضية هي بدت كانت بين عائلتين واللي صار تعنيف أسري رح نشتكينا بالتعنيف الأسري ثاني يوم جونت تقريبا الساعة بثمانية جوي هددوا شون تشتكون شون ما أعرف شون وإحنا مشينا قانونية زين هذا اللي مشينا به قانونية هددونا وما أعرف شون وإحنا أشتكينا بالمركز زين أحنا أشتكينا بالمركز وأم توسلت بالهم بالضابط نعم أعلم أن تخلي دورية أم نخاف كل شيء يصير أمك توسلت؟ أي والله توسلت زين توسلت به توسل هذا مصطلح عفوي أي والله نعم نعم توسلت به قالت لي بس خلينا دورية خافين كتلون ولدنا خاف هاي دولنا هددوا هاي بعد المشكلة اللي صارت ايه أنا هسا أنت يعني شوية عبرت لك فتسطرين بالنسبة لي أمون شوية أليح بالموضوع حتى نفتم التفاصيل أكثر يعني نسبة القرابة شون صارت الفكرة شون أنتو هسا دتوجه لي رسالة بمعنى وقبل الكواليس عرفت إنه نسيبكم هو من قتل نسيبنا هو أخوك نسيبه وجرح أخوك الثاني هنا طبيعة واقع حالنا الاجتماعي إنه اليوم نريد انطي مرأة نسأل على زوجها المستقبلي فسولف لي هاي التفاصيل سألتوا علي نقلب عليكم خلي نكشف التفاصيل أوراقها نعم نسيبنا يعني نسيبنا وطينا المرأة وصارت الإشكاليات بين تعرف بين بالبيت بعد زيان اي اي فرحنا اشتكينا بالعنف اليساري زيان من اشتكينا بالعنف اليساري ووصلت لهم الدعوة بأنه نحن مشتكينا عليهم فيجوا ثاني يوم زيان يا بتوشتوشت تشتكون ماعرف شنو غالظلوا يصايحون بالباب وعدنا شهود يعني من المنطقة مم وهذا الغلط والهددهم وهددهم رحنا اشتكينا النوم بالمركز مم وما رجعنا من المركز زيان طبينا البيت سدينا بابنا ما نحس إلا ندفر الباب وطبوه علينا وياهم يمكنكم 16 واحد يجيز زيان ضربوا طلقات وكتلوا أخويا صوبوا أخويا واحد من عندهم والثاني من عندهم جت طلقة شطح براسة أخوك فارق الحياة مباشرة مباشرة واحدة بصدره واحدة براسة يعني متى منقل المستشفى وفارق الحياة نقلت المستشفى يعني أنت موجود مكان الحادث أنا أخلوا المستشفى براسي واحد من المتهمين ويضربوا ماذرة المستشفى زيان وبعدها شون اللي صار اللي صار جت الدورية فرقة 17 الماستشفى للأرض جيش العراقي جيش العراقي نعم أخذونا للمركز اشتكينة زيان مركز بلاط الشهداء زيان مشت الدعوة بين يعني وباكتها شسمه شون يعني شا قل لك صارت خفصة مثل خفصة ما يعرفون من المشتكي من الممشتكي زيان شمرونا احنا بالسجن آني متينت بالمستشفى شمرو أخوي فارس ففارس يكمل لك يعني هو اللي صار احناك اللي أنا متينت مموجود تفضل استعد أول شاء الله هم هجموا علينا بالوحدة ونص زيان اي فهجم علينا بالأسلحة وهاي زيان فاجتي النجدة واجي الفرقس 17 اقدر اقاطع جنابك الكريم يعني هذا المصطلح في هذا الوقت ب23 مفردة هجمه يعني في نفس الكوكب بالأرض اللي احنا بي بالدورة اللي هي بي قلب العاصمة بغداد تفضل تفضل ومع ذلك تابعة ثانية فارق بيننا وبينهم المايك المايك عفوا نعم الفارق بيننا وبينهم أربع مناطق شون عبرت هاي الأسلحة وياهم المناطق زيان احنا بيننا سيطرات ايه اكون سيطر الستين وسيطرة الصحة نعم السيطرات هو نعم شون عبرت الأسلحة منك ليغان ما أعرف هاي اللي كارثة يعني اللي سألنا عليها ملاحظة مهمة زيان فضل كمل حليلا ايه استاذ صعد المايك يبدون زيان ايه اخذونا مين اخذونا المركز بلاط الشهداء استاذ مركز بلاط الشهداء العقيدة هناك كان هو فاكو ضابط تحقيق اسمه يمكن احمد نعم اي هو هذا اللي اول ما سونا الدعوة مالتنا ساعة بثمانية علي اللي يجوا منها الددو فصار انه خبصة وتجاوز على والدتي ايضا من تجاوز هو هذا الضابط سيد الضابط اي واذا دخلوني دخلوني اني للحبس زيان وذولاك الولد التموصاب اي دخلوني ايدي مكسورة ايدي مكسورة ايدي مكسورة ضربني بالاخمس عبيدي فدخلوني للمركز ثاني فهم اللي مجنع عليهم اللي لزموهم اللي بيت ويدعون انه اكو اسلحة بذاك البيت اللي لقوهم به بس الاسلحة ما قدروا يجيبوهم ما عرف ليش يعني اكو امور خفية بالموضوع نعم اي ف اه اه انا دخلت للسجن زيان كمل نعم واللي جايين وهجموا علينا اه كانوا قاعدين مع الضابط وبالغرفة ومالتهم اللي بسوي متفضل علي زيان اي زيان زيان فاخذوا افادتني نعم وبعدها جاء اخويا وابوي اهميني ووالدته متخربطة وماخذيني المستشفى زيان اي ورحنا للبيت الساعة بستة الصباح اي لقيانا تليفون احد المجنيين بالبيت اخذناه ثاني يوم وديناه للضابط الضابط ما عرفونا مودي لحد تليفون ما نعرفونا احد الاشخاص زيان المجرمين اللي يطبوا وقع تليفون اتمنى بالمقاطعة يصير مايك احد الطرفين او احد الطرفين عفوا زيان حتى نوصل الصوت بصورة واضحة واحد ملعدهم من طبو قلت له اخويا جوا وقع التليفون مات شل توديت على الضابط التحقيق طيسية غير الضبطة يا المحضر مو هذا اللي يصير استاذ هنا تسأل استاذ ظابط ليس الجنابك الكريم ليس الحضرتك مصحي هذا اللي يصير لا لازم ينضبط ومحضر ضبط ويرفق مع الأوراق وينعرض على قاضة التحقيق ويتهم تفريغة واتصالاته هنا يتعاقب القائد الضابط في حالة في حالة ثبوتها تمام هو شي يقول لي يقول لي أماناتها يا رجعنا لي طيناه لما التليفون ما لحق بإمكانك أنه تجيز شكوى في مديرية شؤون بغداد واستمرار بالتحقيق زين الشكوى في مديرية الأمن والأفراد في مصحة الداخلية العفو نعم الأمن والأفراد في مقر الوزارة نعم زين هسا أنتوا التفاصيل اللي سولفت لياها صح أني ما دخلت بها أكثر لكوينها نسيج اجتماعي مختص ما بين أقارب تمام الزوجة وزوجها وكوينها هي تمس حضراتكم لأنه شقيقتكم تمام الله يكون بعونها لكوين هي نفسيا تعتبر هي السبب بهذا صحيح والله متدمرين نفسيا من هذا الموضوع الإدراك لا إرادي والله صحيح من الله سبحانه وتعالى وبالتالي هي فقدة أخ يعني إحنا متدمرين هسا تعائلة متدمرها كلها طالب أي طالب طالب شنو يعني هو ثالث متوسط وترك كان طالب الله يرحمه الإجراءات القانونية اللي ونوصلت بها ما أقول السعظافر موجود حتى يوضحها أكثر إجراءات القانونية هي أمي إجراءات القانونية أنا أداء تابع الإجراءات القانونية طلعت عليهم القالقبض بعديا طلبنا تحويلهم من مكافحة من الارهاب طلبنا من الهاربين فقط تحويلهم ما حولوهم بالبداية بعدين وراء أربعة شهر يلا تحويلهم زيان إجراءات قانونية نعم قبل ما يحويلوهم اللي صار سلموا واثنين ملعتهم مهم الدولة الاثنين دخلوا و وانطوا أفادتهم بالنكران مهم ودوهم لل بالإنكار قصلا بالإنكار نفس الشيء بالمحكمة نفس الشيء بالإنكار زيان بعدها حولوهم للمكافحة زيان راح أتيام المكافحة دعوة تحولت من مركز الشرطة للمكافحة إلى مكتب مكافحة إجرام الدورة قبل ما تتحول زيان ها بدأت شتار قبل التحول زيان قبل ما تتحول ايه قبلها من رادة تتحول سووونا علينا الدعوة كيدية نفس المركز دعوة كيدية من أحد الأطراف يعني اللي اللي قتلوا أخوية زيان سوووا علينا دعوة كيدية باتفاق مع مفوض باكيتها ماكو ضابط خفر وعندي شهود داخل المركز زيان واشتكيت يم بالشؤون زيان عليهم وجووا حلفوهم زيان القضية صارة حلفان ايه والله نعم زيان واعترفوا عليهم على المفوض تسمح لي اكو سؤال مهم طبعا حتى ليه فوتني داسل باستاذ ظافر الزرفي المحامل مختص بالقضايا او الدعوة الجناعية المهمة استاذ ظافر هسه هو يقول هجمه علينا ارجع لهذه المفردة نعم قضية الهجوم هي لن تتمثل بفرد او فردين او ثلاثة او اربعة دي يقول لك عشرين جماعة جماعة زين اهنان القضاء كيف يتعامل مع صدور اوامر قبض بحق الشخص فارق الحياة نتيجة لمثل ما يقولوها بالشارع هدوا عليهم وصار اطلاق النار اتفضل بالنسبة انه الله يرحم المتوفين وشاف المصابين امين يا ربي الله يحفظكم يحفظ شبابكم ان شاء الله هذا الموضوع استاذ يعني دائما ما تتعرض للعوائل زوجة تختلف مع زوجها الزوج يتعسف باستعمال السلطة ويستنجد ببعض الاشخاص ويقوم بالذهاب عنوتين او رمي اطلاقات او لغرض انه يعني اصابة وتأذية الدوية الزوجة انا انصح قبل النصح ندخل بالموضوع انه يعني في تاريخ الحادث هجموا عدة اشخاص باعتداء نيتهم لكن ما دام انه دخلوا الى داخل الدار نعم فهاي هنانا صار 406 على واحد جيد جدا زيان هنا في حالة انه مقتل المجني عليه اطلاقتين حسب ما سمعنا منه زيان نوبا ننتقل المن ننتقل الى المصاب نعم مادام صارت اصابة بالموضوع راح يتبدأ احنا نؤمن كقانونيين وكمحامين وشراح قانون انه الوصف القانوني ملك المحكمة زيان ما يدخل للمجني ولا المجني عليه ولا المشتكي ولا المشكو مننا زيان بالوصف نعم نؤمن نعم لكن انه الوصف القانوني صح هو ملك المحكمة نعم لكن اذا نجي على واقعتهم دخول للدار حاملين اسلحة زيان مع محضر ضبط اطلاقات الاطلاقات الفارغة مع اصابة شخص شخص من من داخل الدار متزامن بالتقرير الطبي متزامن بالتقرير الطبي ما سبب الوفاء استاذافر هو ان كان القصد القصد للفاعلين هو قصد جرمي اتجاه عائلة المجنع عليه قصدك يعني انه بس تخويف احسنت بمصطلح قانوني قصد جرمي نعم ما ياخذ القانوني الجنائي العراقي بالقصد زيان زوجة اخت خان زوجها نعم قتلته ما ياخذ بالخيان ما ياخذ بالباعث زيان بس ما عدا عدنا الـ 409 الباعث الشريف زيان ما ياخذ ازهاق روح بدون قتل 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 406 قتل صاحب بظروف اصابة شخص 406 على واحد على زيان يعني ان انا انا قضي انه العشرين شخص اللي جو شافوهم بالكاميرا كلهم يتعاملون بمعاملة الشخص الذي الفاعل قتل المباشرة والمساهم والمحرب استناد الحكام الماد 47 48 49 هذولا كلهم 406 على واحد الكل عندنا بالقانون العراقي الفاعل والشريك بالجرائم العمدية زيان الكل يحاسب الفاعل كالشريك انا ما سمعت جنابك قضي انه المثال قضي على تعرضهم لهذا الحال على واقعتهم واقعتهم انه العشرين شخص اللي هدوا عليهم هم ضمن المادة القانونية ووصف القانونية 406 406 على واحد على جاي زيان من رغم انه يعني نعرف انه وصف ملك المحكمة نعم واي تحقيق يصدر اي تحقيق على اي وصف هو ملك الجنايات بس هم دعوتهم وصفها القانوني قرأتها بالكواليس عذا 405 استرظافر ما يضر استاذ اخدمك يعني احنا المؤخوذ علينا بالمجتمع العراقي سبحان الله حتى وجهها الى العائلة من خلال جنابك الكريم نعم انه اليوم نصد جريمة قتل احنا كنا سامعين 405 شروع 406 قتل متعمد فلذلك شوية نفسيا يصير عندهم احباط من هذه المادة استرظافر مع العلم هذه المادية تحكم اعدام تحكم اعدام وتحكم مؤبت نعم تمام فاحنا صراحة يعني المواطن العراقي والعائد العراقي عندهم شوية اضعاف من هذه المادة لا انا اعتبر ذكاء اتفضل جنابك انا اقول لي شاعة ابر ذكاء كثير من قضاء اللي قاضي مختص بالجنايا يقول لي قتل يصدرها على 432 نعم تقول لي يش استاد يقول لك استاد علمود اذا شافها 432 او 413 دعوة خفيفة رح يجي يسلم نفسه نعم من اصدر علي 406 رح ينهزم خارج العراق نعم فخل اخفف من يجي يسلم نفسه رح يتغير وصف القانوني صدر علي يعتبر ذكاء من قاضي التحقيق جيد انا كثير من قضاء التحقيق شي سوي صدرها 413 يقول لك خلي يجي يسلم نفسه انا ابدل بعدين 6 جيد امثلتك جدا مهم ومفيد ساضافر ارجع لشؤالي شوي خلي الداخل بالموضوع تضري بي يعني قضية قضية مثارة عاطفيا لا لا طبعا بالتالي جريح واخو فارق الحياة نحن مجرد انتقالهم من منطقة الى منطقة مع اسلحة هو هذا فاني قضي انا قضي جنابك انهم والان الاخ فارق الحياة الرمي جايهم للبيت 20 واحد تفاقه نسميهم تفاقه نعم بالتالي واحد مصاب الاخ فارق الحياة في نفس اللحظة هجروا من دار هذا كله 405 يا اخي انا اعرف انت وجنابك الكريم مقتنعين بهذه المادة نفسيا 405 لانه عندنا افتراضياتها وصحيحياتها اما هذا المواطذ المسكين ما عنده يجي دراية واستشارة قانونية بانه يقول لك قاني 405 ايه اخذت حقي نعم يقول لك 406 الله نستشعر انه ما اخذ حقي لان ابن قتل داخل داره وهو قاعد وليس مقاوم واللي قتله اتجاه للداخل الدار ودخل عقر داره نعم ده تعرف شون وفارق الحياة آنيا نعم والاخر ايضا مصاب هنا اكو اشكالية نفسية يعني هنا لازم كيف نتعامل بها استعظافر واكو اشكالية قانونية رسمها القانون اكو طريق رسمها القانون بامكان اي متضرر من اي قرار او وصف يطعن يؤخذ بي طعن استعظافر يؤخذ بي يؤخذ سوما يقول اطعنين لو ما طعنين لا لا ما طعنوا طعنتوا لو بعد ميزين ميزنا قرار بين اكو اثنين من المجرمين زيانة اجا واحد بالدعي بان هما متعاركين ويا وطلعوهم واعترفنا عليهم بان قلت لهذا موجود كان وياهم انا شاهد كشاهد واخوي المدعي قال له هذا كان موياهم موجود وما اخذوا بقرارنا وطلعوهم افراج من كانت مركز بلاط الشهادة ذول اثنين من عدهم طلعو قبضك يعني اثنين سلموا نفسهم من العاون اي لا لا لقى القبض عليهم يقول لا غير دعوة ذولة اي وعدنا منفرق الدعوة هسه اعتبر ذولة مشاجرة 413 اي ميزنا ورجع نفسه يقول هذا ابتدائي لا استاذ ظافر استاذ احنا بأي وصوف انه يعني هو السباو من طعن المحكمة الجناياته بصفتها التمييزية جاوبة قالت بيما تحقيق اولي انا املك سلطة القرار وانا املك الوصول فانت حقق قاضي التحقيق يكمل اجراءاته واني في حالة وجود نقص او شاعبة بالتحقيق انا اتدخل من ذاتي او احد المدعين بالحق الشخصي هو يقدر انه يعدل اي قرار من ضمن قاضي التحقيق بعد ما سمعت التفاصيل المهمة رأيك القانوني يهمني استاذ غافر نعم هي استاذ جريمة انه الان هم مأكلين حقهم القانوني ابتجاه الحادثة اللي صارت صراحة هم مشتكين اعتقد على 15 تم القاء القبض على 5 زين ما زالوا دور التحقيق والاخرين هم هاربين نعم كلهم وحيل التحقيق هاربين اثنين استاذ اللي هاربين بس اثنين بقاء زين البقية اخر واحد اللي بارحة سلم نفسه بالمكافحة المؤنلية ما كملت لك السالفة جيد سلم نفسه بالمكافحة احنا قبل ما يسلم نفسه رحنا المقدم وحيشين ويا قعدنا أنا والمحامي زين فقعدنا سولفنا يقول هاي الدعوة منتهية ما اقدر احققوا اياهماني دول اللي يجوني عجدد ان شاء الله اللي ينزمهم اولي سلم نفسه رح حققوا اياهم تمام انه اللي يكتشف منه اللي يرمى الضغط بالزنات قصدك تمام لاني يجري مواضحة اي اي بين معالمها اي فيقول انا ما اقدرح يكتشف منه اللي صوب وسدد على اي فدولا ذولا بالنكران زين اي فيقول هالقضية منتهى دولا فاللي يجي زين المطلوب هسه جنابك حتى نوصل الرسالة المطلوب انا ناشد مدير مكافحة الاجرام استاذ وليد قصدك مدير عام مكافحة الاجرام بغداد اللواء وليد خالد المحترم اي محترم زين هذي رسالة من احد المواطنين الى لواء وليد مدير عام مكافحة الاجرام لواء وليد خالد شو من تريده من عنده هس راح يوصل صوتك مباشرة اتفضل بان سرع التنفيذ بالقالقبض على البقية والتحقيق معهم تمام لان يتحولت مركز شرطة الى مكافحة الاجرام الدورة صح هم متحولين هسه مموجودين زين بس نريد تنفيذ يعني انصار لها شهرين اصلا انصار لها شهرين من تحولت ان شاء الله توصل الرسالة بس هذا اللي تريده واحنا متراهبين هسه انا من هزمين شلنا من منطقة المنطقة ودي يلحقوننا احنا عايرين شو سوه هسه لسا احنا من اجينا لي جاي والله خايفين والله العظيم يجينا لي جاي وخايفين لا ان شاء الله في حفظ الرحمن الرحيم ما ضاع حق وراءه مطالب ان شاء الله بس خدمة مش شغلة يعني تجينا عالم يعني للبيت منش نبدأك بيتنا نزمنا من وراء هاي الشغلة يعني تجينا عالم يعني ما شاء الله يعني ما رد اقول ما شاء الله الطرف ثالث يجوكم على اساس يهدي النفوس وكذا هذا شنو الطرف الثالث هاي بالجديد يستخدموا ياك أنواع اللغات يشوفوا يا لغة ترهموا ياك يمشيها هددك شافك ما منك نتيجة فهو يدزلك يبقى هذا الطرف ماكو متنفذ إلا القانون ماكو متنفذ إلا القانون بالعراق كله ثق وإعتقد بالله العلي الكريم أنا أحكي لك عن نفسي أحكي لك عن نفسي فهو باني صار لي بهذا الكار تمام وبهذه المهنة ثق كل من يقول لك ماكو قانون خلي طب للمركز رح يشوف القانون بأم عيني أكيد أكو قانون فالقانون موجود رسالة تمصلت رد توجه رسالة للواء وليد مدير عام المكافحة إجرام بغداد المحترم حسب قناعة الرجل يقول مكافحة إجرام الدورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات القانونية وملاحقت الأشخاص الخارجين على القادر المتهمين بجريمة القتل إلى الشاب المغدور إلى رحمة الله والصحة والسلام لحضرتك الامتنان والترحيب والتقدير إلى المهني والمهذب الاستاذ ظافر الزر في شرف الله كنا من وقتك هواية شكرا لطروحاتك القانونية اتجاه القضية الأولى في محاضرة الموصل والقضية الثانية بالنسبة لأيضا عائلة المجنى علي الله يرحمه رسالة وصلتني طبعا من أحد الأشخاص بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة ماريد التحية والترحيب إني منتسب بجهاز الأمن الوطني العراقي فلان ابن فلان ما رح أقول اسمه شوية خاف من دورة ملحق تحدي هذه أكو دورة سمها ملحق تحدي رح يرفوه أصحابي أجبرت على تقديم استقالتي بالتهديد من قبل الدائرة المعنية وقدمت على قرار العودة تمام بكتب من قبل أعضاء مجلس النواب ولم يستجيبوا إلى الكتب وبعدها تم إخفاء أوراقي من الدائرة بالكامل استاذي العزيز قدمت تظلم أكثر من كتابه قدمت على قرار العودة الأخير إلى صدور اللي أصدر أو الذي صدر وماكو أي نتيجة وآني بشاربك قوية هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أحكموا بالعدل ألتقي بكم في الأسبوع القادم وحداث لا يمكن السكوت عنها إلى ذلك الحين في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر